يمكن وإحنا بنكمل كلامنا عن المشروعات التنموية العملاقة في مطروح لازم نتكلم عن التعليم لأن التعليم من أهم العوامل اللازم الدولة المصرية كان لازم تليها اهتمام كبير جدا وخاصة في هذه المحافظات التعليم كان ليه نصيب كبير جدا في محافظة مطروح من هذه الخطط التنموية وتم تخصيص أراضي بمراكز ومدر مطروح لبناء 11 مدرسة وإحلال وتجديد لعدد 10 مدارس ده غير التعليم العالي اللي شاهد طفرة كبيرة بإنشاء 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح لا ده غير كمان الكليات اللي فتتحت فيه كليات دولية وجامعات دولية فتحت أو فتتحت فيه مدينة العالمين تواكوبا مع الطفرة اللي بتحصل حتى تكون مدينة العالمين يعني مقر مش بس في مقر صيفي مقر صيفي وشتوي أيضا لطلاب الوافدين لها المرأة لها نصيب أيضا في إطار اهتمام الدولة في تمكينها في محافظة مطروح تم إطلاق عدد من المبادرات زي مبادرة انت أدها ومبادرة الكشف المبكر لسرطان الثادي وبلغ عدد النساء أو الإناث الملتحقات بالتعليم العالي وصلوا لنسبة 55% بلغ عدد المتدربات في مراكز التدريب المهني حوالي 82% في هذه المحافظة ولاقت أيضا ترحيب شديد جدا من كل أهالي مدينة مطروح ترجمة نانسي قنقر